الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازلنا إخوة الإيمان نتكلم لازلنا نتكلم عن الحياة كمقام من مقامات الصالحين وكعمل من أعمال القلوب ونعلم أن أعمال القلوب على العمو مقدمة على أعمال الجوارع أنتك تسيب واحد يعصيف الله شا غادي تقول له ما تقول لاش بطل المعصية تقول له خاف الله ولا تقول له حشم الله لا تدعوه إلى الخوف وإلى الحياة تدعوه إلى العمل القلبي لا إلى السلوك السلوك هو نتيجة تع العمل القلبي أو تعرف أنت أحد من يمشي متكبر كحسب كرعيه رغم متكبرين ولا كتافة قلبه متكبر ومن يحشم ويحط راسه ويخير الكلمة المناسبة تحسب هذاك تصرف أجاواريه هذاك القلب فيه الحياة ومن يغتب القلب يغتب قبل الفم القلب يشوف المنكر قبل العين القلب يتمتع بالأغاني الفاحشة قبل الوذن فالقلب هو محل هذه الأمور أما هذه السلوكات فهي نتائج ونحن ما على الأسف خطرتش نبغو نتوبوا من السلوك وما نتوبوش من الاعتقاد القلبي من هذه الأعمال القلبية اللي هي مولدات ومنتجات لهذه التصرفات والسلوكات على سيادنا قالوا الوعظ يليقي يكون حول القلب توعظ الناس بيسقموا قلوبا هذه الأحقاد الغش النفاق الكبر الرياء هذه الأمور التي تحطمون ليلة نهار مكمنها القلب هذا حديث النعماء بن باشير عليه ما داروا حديثنا في هذه العلاقات كلها ألا إن في الجسد مضغتان إذا صلحت صالح الجسد كله صالح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله لحمة صغيرة هي إنبيس فيها قاع ابن يدم هي الانجندر هي التي تولد هذه التصرفات فينبغي إصلاحها إصلاحها يا إخوة الإيمان وإلا ما معنى صلاة في جامع صف قعمة نايفين ما معنى صيام تع رمضان في زونق قعمة نايفين ما معنى هذا الكلام ما معنى معنى إحنا ما معنى يعني ستر تظاهر بلبس شرعي وقلب مدود ما معنى صيام اثنين وخميس وقيم وقلب مدود بالكبر وبالحسد وبالبغض هذا لا يتأتي يا إخوة الإيمان ينبغي أن تصلح القلوب فإذا صلحت سرى صلحها على الجسد سرى صلحها على الجسد وإلا فالاهتمام بالظاهر لا يغير شيئا ينبغي أن يعمر الإنسان المؤمن قلبه بالمراقبة وظاهره بالسنة فتعمير الظاهر بالسنة لا يهني شيئا إذا كان القلب فيه هذه التزكية عن نفسه وهذا الغرور والنظر إلى الغير بعين الاحتقار ونفهمه ومشي فهم ونقره ومشي قاري ونأقرب إلى الله من قال من قال هل تأمن خاتمتك هل تعلم ما خط القلم في السوابق في اللوحة المحفوظ في شأنك يا إخوة الإيمان لا يؤمن على الحي الفتنة لا يؤمن على الإنسان مدام حيا أن يفتن ولو بقيت لحظة في حياته فليحذر المؤمن من هذه المداخل الشيطانية وهذه الغفلة التي قد تردي به لازمنا نتكلم عن الحياء والخوف وقلنا العلماء قدموا الحياء على الخوف الذي المستحي هذا ليستحي من ربي مراعي لجانب الرب أما الخائف هو مراعي لجانب النفس الخائف من الله يخاف لا العقوبة الحق به بل صح المستحي من الله يشوف الوقار وجلال وكمال وجمال الله سبحانه عز وجل كما أنت معه إنسان كبير إنسان كبير شو الإيساء كي تكون عنده وحد النفس الشريفة نفس الشريفة ونقية ويضيع معه واحد واحد كي يكون ولد عائلة ونفس الشريفة لا بغيت تعاقبه مين يضيع معاك شدي له مين يضيع معاك لا بغيت تعاقبه شدي له سامحه يقول لك لو كان صوتني وما سامحتنيش عذبتني بهذا العفو خلاه خاش نفسه شريفة لأنه لطخ هذا الشرف وقدر صفوه بما صدر عنه من هذا التصرف الذي لا يليق بمقامه هذا هو حتى المجتمع يقول له طيحت المستوى سلحة هذا هو معنى يعذبه بالعفو لا بغيت كونت عاقبة هيرية أكثر من لي تسامحه هذا صاحب النفس الشريفة ندغي المثال مسؤول في إدارة وعندها عمال معاه تخيل يحشموا منه وإن كان الإدارة لها قوانين تضبطها قوانين عقوبات وقوانين إلى آخره ما تجلش تأدي بيها إلى آخره حلما نمشوش بفوضى ولكن تخيل هذه القوانين هذا الترسل من القوانين تسيب الناس تتحايلوا عليها بها تخرقها بقانون آخر ولا تسيب مخارج قانونية من جهتها يخونه لأن القانون المآلات التعاقد تتناقض لأنها من صنع البشر وما هو شي في ليك تسيب لك النص القرآني المطاطية التعاة تعيا تعياه ولكن تبقى محدودة لبورني ولهذا يعطوا للقوذات في العقوبة يعطوهم ديسان تارفال يمنى المنط إلى آخره وهو يجتهد على حساب الحالة لو كاتع البناد ماذاك؟ الجاني إلى آخره ويراعي ظروفها اجتماعية وأهل هذا الشأنهم أدرى مني هذا تطفل سامحني فهذا المسؤول تخيل كين عمال يخافوه وعمال يحشموا منه ويحتارموه أيهما؟ أي الفريقين يكون يكون أطوع ليحشمه وأنفع وعندهم فاعلية يحشمه يقول لك هذا ما كرن أن أكلوا منها الخبز وهذا المسؤول رجل حيي كريم إلى آخره فيتفانون كأنهم يعملون في شركتهم أو في أموالهم الخاصة الحيش ما أتغليهم لأن الإنسان اللي عنده الحية يقول لك عيب علي ينضيع خدمتي عيب علي صاحبين ضيع خدمتي عيب علي ننزل المستوى عيب علي نخون عيب علي نتحال عيب كلمة عيب اللي كانوا يعرفوها الكبار كلمة عيب اللي كانوا يعرفوها الكبار اللي راي تباني نظرك نحن غفلة لا يا صاحبي لا هذاك ما تحسباش غفلة هذك النفس من تكون شريفة وكريمة وعافيفة وطاهرة تكون دائرة كي من هاك ندو مثال آخر تعبنت بنت تخاف بوها وبنت تحشم من بوها تحشم على أصلها بنت هذك اللي تخاف ما دام سلطين عليها المراقبة ما تخرجش الطريق بس صح تسيب لحظة خاشية غي خايفة فقط لحظة كي تخرج تخرج يموت البو يهسافر يغفل يمرض ما تبقى لاشي القيوة ينهك يغيبوه لإخوة جات لوكازيون لأنه لا لأنه كانت محافظة على العفة فتاحة خوفا مشي حياء أما مرأة لي فيها الحياة تقول أنا أنا يضحك عليها أنا بنت فلان أنا جدي فلان أنا بنت دور فلاني أنا والدي طلبة أنا والدي صرفة أنا والدي سبحان الله أنا عمي فلان أنا أخويا فلان إلى آخره يا أخت هارون ما كان أبوك مرأة سوئ وما كانت أموك بغية ذكروا لها ثلاثة خوها أبوها وأمها هاو حشم حشمي عندك أخوك يا أخت هارون ما كان أبوك إذن سلوك المرأة يعكيسوا قيمة أمها قيمة أخوها أبوها أمها لأنها مرأة خارجها هذه يا أخوات الإيمان هذو قيمة أشاركوا في تربيتها ويدلون بدلائهم في عفتها وفي نقائها وطهرها وفي تربيتها على احترام عصليها احترام الأخ ما تدنساش ما تردهش يمشي وحاط طراصة ومذلول في وسط الناس وطيح له رجلته واحترام الأب من باب أولى واحترام ذيك الأم لصهرت وطابت وبكات ونصدت وناضط نص الليل وجرات في المستشفيات وأن من أنتها وهي تضعكي يا بنتي ما تلحقيها لك أن تخدمها على الضار فهذا هو الفرق بين من يتركوا هذه المعاصي حيان وبين من يتركها خوفا إذن احنا شان نديره الرب وليداتنا وبنياتنا على الحياة مشي على الخوف من ربهم يحشموا مننا ويحشموا على عرضهم ويحشموا على أصلهم مشي خافوا مننا مشي تعخوف وحتى المو ربي يعني الناس يحترموا أستاذ وناس يخافوا أستاذ مشي كيف كيف المردود التربوي ما يكون كيف كيف شتنا آساتي ذا وعشنا في التربية يعني طالباتهم يباتوا يقروا خوفا حياء يباتوا يقروا حياء لما يفرحش أستاذه خذش الأستاذ كي يرد لك النقطة هذيك ردها الروحة لأنك ترد له في لكال يتدوا لها فورماس يتدعه أكدوا لها ها شا قريتني إذن يتفانى والطالبة من يكونوا يتعلقوا روحيا بأستاذهم با يطلعوا مستوهم با يفرحوا الأستاذ خذش يحشموا لا ضيعوا معه بالنقطة يعني ما يدوش نقطة مليئة البليزير دانون سينيون ساوى شاوين تايفرح من يشوف مستوى تلميذهم له وهذا فرق بصحي لا يخافوا حاجة أخرى يا إخوة الإيمان نسمعوا أحد الصالحين وهو الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى هذا من جاته الموت الأسود بن يزيد رحمه الله من جاته الموت فزع 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 غير عادي دخلوا علي أصحابه قالوا له يا أسود ما هذا الفزع رأيك تلاقي ربي يا صاحبي ألك مخلوق قال هاك وخايف هاك هاك قال له ما ففتوش ما يش خايف شكو نقال لكم أنا أني خايف أنا أحببت لقاء الله سبحانه وعز وجل لكن سمعش قال نظر في السماء شف في السماء إلى السماء وهو على فراش الموت وقال هذا كلام نحطه قال والله وإن غفر لي ذنوبي لستحييت منه مما صنعت صنعت يدي قال لو كان قاعد تغفر لي يا ربي أنا حشمان قال لو كان قاعد يغفر لي أنا حشمان مما صدر عني وهذا يحشم هذا اللي فوت حياته قياما وصياما وختما للقرآن ختمات ألوف الختمات وبكاء وقياما إلى آخر وتبتلا وانقطاعا وتواضعا ونشرا للعلم وتعلما وصهرا هذا يستحي من الله سبحانه عز وجل خاتش علاه كلما صفت القلوب زاد الحياء من الله سبحانه عز وجل وحتى محمد بن واسع اللي كان زاهدا مجاهدا محدثا محمد هذا أحد المحمدين أحد المحمدين الخمس اللي ضربوا يعني أمثلة منقطعة الناظر في التقوى هذا في عارفة قالوا لها الشيخ هالغروب ره قريب وما دعيش ربي يوم عارفة الغروب ره قريب منتغي التبكير فرفع رأسه إلى السماء وقال قد استحييت وإن غفرت والحمد لله أولا وآخرا